في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة رعي مصر للتنمية إحدى كيانات التحالف احتفالية كبرى بمقر المؤسسة بالقاهرة لتسليم 25 عروس من الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية عددا من الأجهزة المنزلية والكهربائية وفي محافظة البحيرة أطلق بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني قافلة طبية تضم مختلفة تخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاق بالمجان لأهلي قرية المعدية بمركز إيدكو بينما نظمت الهيئة القبطية الإنجلية لقاء مفتوحا مع صغار المزارعين بقرية محمد عبدالوهاب التابعة لمركز النبارية بمحافظة البحيرة حول كيفية إدارة الموارد الطابعية والمياه ترجمة نانسي قنقر